انا دكتور يهاب محمد ندا استاذ الانف والأذن والحنجرة واستشاري الانف والأذن والحنجرة بمستشفى وادي النيل هنتكلم النهاردة على موضوع بيداق ستات كتير جدا ستات وانف و اذن ايوا موضوع الشخير كل الستات بتشتكلم من رجالات بيشخروا بالليل المكانوش بيشخروا بقوا بيشخروا مش عارف انام مش عارف اصحى مع الولاد الصبح دي مشكلة وفي بعض الستات بيجي تقولك انا خايفة على جوزي جزء طبعا من الستات يقولك انا خايفة على جوزي ونفسه بيروح بالليل انا خايفة لا يتخنت مني وجاية الانة جدا الحقيقة الموضوع ده وبيكتر اصلا مع الناس اللي هي عندها زيادة في الوزن او الراجل لما كان متجاوز كان انسان جميل ما بيشخرش على حاجة اكل مراته جميل بتطبخ اكل ما لزة وطاب كال تخن ظهرت هذه المشكلة الحقيقة المشكلة برضو تحصل اكتر في الرجالة لان الستات حتى لو فيهم زيادة في الوزن بيبقى عندهم الهرمونات النسائية الاستروجن وبروجسترون بيخلوا دايما العضلات مشدودة فما بيحصلش قوي في الستات قد يكون الست اكتر وزنا من الرجل انما ما بتشخرش ليه عشان الهرمون دوت وبيحصل اكتر بعد سن الخمسين لو حصل اضطرابات في الهرمون دي تبدأ السبت برضو تعاني من نفس المشكلة فيه برضو مشكلتين الشخير اللي واحده ودي امر سهل والشخير اللي بيؤدي الى انقطاع التنفس بالليل اثناء النوم ودي بقى سبب متلازمة اضطراب التنفس اثناء النوم الحل بسيط جدا انا ننصح باننا دايما نبدأ باننا نحاول نعمل انقاص للوزن دي اول حاجة نمر اثنين بنتوجه لدكتور الانف واذن والحنجرة اللي بيدوره بيفحص الجهاز التنفسي العلوي الانف حجز الانفي الغضريف اللحمية المشهور جدا في الافلام سقف الحلق اللوها منطقة اللوز اللسان ما تحت ذلك يعني لازم نشوف يوجولي الامور بتمشي ببساطة في حالات الشخير بشوية ادوية وانقاص للوزن اما لو فيه متلازمة اضطراب التنفس اثناء النوم والنفس بيروح هنا بنبدأ نعمل حاجة اسمها نعمل نوم عشان نعرف السبب سنترل يعني جاي من الجهاز العصبي ولا حاجة بسيطة مننا لسه شرحهم بالوقت وفيه اغلب الاوقات مجرد انقاص الوزن وبعض الادوية بيحل الموضوع ما كانش اذا فيه حاجز انفي معوض غلريف كبيرة منفقة لوز كبيرة سقف حلق مترهل بنبدأ نتدخل جراحيا فيه حاجات بدون بنج تبقى موجودة في العيادة زي التردد الحراري وفيه حاجات تانية لازم تتعامل بمخدر عام في المستشعى ودي حالات نادرة جدا انما الامر بسيط وما يقلقش خالص وزي ما بننصح انقاص الوزن هو اول شيء بننصح به وفحص جهاز التنفس العلم ان شاء الله تبقى امر بسيط جدا والنام كلنا نوم هادئ ونصح هنشوف شغلنا عادي بدون اي ازعاج بساقكم سعيد